خلينا في صحفيين التعليم واحمد حافظ هذا الشاب الصحفي ايضا هو صحفي متخصص في شأن التعليم فجأة اكتشف واكتشفنا ان احمد حافظ مصاب بالسرطان وكانت فجيعة في الواسط الصحفي في هذا التبقيد وبدأ احمد يعمل التحليل والفحوصات التي اثبتت هذا الخبيث دخل في طور علاج دخل في مرحلة العلاج الاشعاعي النهاردة 11-12-2019 صحيت من نوم الصبح على البوست اللي حضراتكو هتشوفوه حالا دلوقتي اللي كان ادعى ان فعلا نستقبل اليوم بتفاؤل ها معاجل انتصرت اخيرا على مرض السرطان وحصلت على عفو طبي من جلسات العلاج الكيماوي واسبتت كل فحوصات الطبية ان جسد جسدي تطخر من السرطان تماما فقد استجاب الله دعواتكم الصادقة في الحقيقة يعني نسأل الله ان يتم عليك شفاء يا احمد حافظ شجرا في تي ار ويعني هذا الرجل وهذا الصحفي الشاب من الناس اللي فعلا يجب وبطلب من حضراتكو الدعاء لا احمد حافظ ان يتمم الله عليه الشفاء وتحية مرة تانية لا احمد حافظ